ناشد أهالي قضاء الصويرة شمال مدينة الكوت رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لإنهاء معاناتهم مع ترد الخدمات العامة في مدينتهم بسبب النقص الكبير في منظومة البنى التحتية حيث تفاقمت هذه المشكلة مع حلول الشتاء وهطول المطر الذي حول شوارع المدينة إلى مستنقعات للأطيان والمياه الآسنة الصويرة لا تعاني من نقص الخدمات إنما تعاني من انعدام الخدمات الصويرة منكوبة بامتياز ليس بشهادتي بل بشهادتي الجميع ومن خلال منبر قناة الحرة أطالب رئيس الوزراء بزيارة مدينة الصويرة والوقوف على مشاكلها ما أكو خدمات بالأولاية زين الأولاء ما أكو لا مجار ولا أبد جو ويطوهم ما أكو أنت بليط كل طيانة بطيانة الله وكيلك وتلقت قناة الحرة اتصالات عديدة من أهالي مدينة الصويرة لنقل معاناتهم إلى الرأي العام وكانت السلطات الاتحادية أحالت منذ عام 2012 مشروعا لإنشاء شبكات الصرف الصحي لجميع أحياء الصويرة لكن هذا المشروع توقف بسبب الضائقة المالية مؤثرا على جميع الخدمات الأخرى فوق الأرض الناس تستغيث كل حياء العسكري والزهور الزهراء حي الزهراء وعندك هذا حي الأسرة لأثلاث حياء الجواهري والصور القديمة أنه بفلي شوكاء أكو مجاري أصلية موجودة فلي شوهة ونهوها نهائيا يعني الناس محتارم يشار إلى أن رئيس الوزراء خصص ثمانية مليارات دينار لإنعاش الملف الخدمي في قضاء الصويرة لم يصل منها سوى مليار واحد تم رصده لمشروع المجاري فيما دعت الإدارة المدنية في الصويرة رئاسة الوزراء والوزارات المعنية إلى صرف المبلغ المتبقي لمعالجة الحاجات الأساسية في ملف الخدمات مشروع المجاري توقف نتيجة الأزمة المالية وزارة البلديات كذلك سيد رئيس الوزراء أن يخصص المبلغ بشكل كامل يعطي المبلغ لقضاء الصويرة حتى الشركة تباشر بشكل أكبر يعني مبلغ مليار ما راح يسوفت شيء وراح يأخذ من عندنا وقت كل شيء طويل كل الشوارع بها أعمال مجاري هذا الأمر أدى إلى منع البلدية من تبليط أي شارع الست مليارات التي تخصصت من رئاسة الوزراء هذه راح تحللنا مشكلة الشوارع الرئيسية الموجودة بالمدينة إذن فهي دعوات عاجلة يطلقها أهالي الصويرة لرئيس الوزراء حيدر العبادي من أجل التدخل لمعالجة الوضع الخدم المتدهور الذي حول حياة أهالي هذا القضاء الكبير إلى معاناة مزمنة من قضاء الصويرة شمال الكوت أكرم الربيعي الحرة